موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكي في قرص الكروشيل المبتدئة في القرص ده هنشرح الورز الأساسية وهنتعلم كراءة البترون المرسوم والمكتوب وهنطلع من شغل ادينا بالغرز الأساسية فقط شغل الكروشي جميل زي اللي احنا شايفين كل اللي مطلوب منك تدوسي لايك وشير وإذا كنتي أول مرة بتشوفينا تدوسي سبسكرايب وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك الكروشي كامل بمجرد رفوع على القناة نبدأ الشغل مع بعض دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد غرزة النص عمود غرزة من الغرز الأساسية أنا عملت عقدة بداية ودولة لعشرة سلسلة النص عمود هو ده رمزها في البترون وده رمزها في البترون المرسوم وده المكتوب والارتفاع بتاع النص عمود اتنين سلسلة يعني دول عشر سلسلة هزود اتنين سلسلة علشان العدد بتاعي بقى مصبوط واقوم واخده زي ما احنا متفقين كده خيط على الإبرة بلف خيط كده على الإبرة وهفوت في أول مرة بس هفوت غرزتين واحد اتنين وادخل فيه التالتة واقوم نزلة من تحت الخيط كده شدة خيط يبقى معي على الإبرة ثلاثة واحد اتنين ثلاثة اقوم نزلة كده واخده خيط بس النارة بتاعتي وطلع منهم مرة واحدة كلهم طلع منهم مرة واحدة الثلاث خيوط اهو دي اسمها نص عمود عادها تاني بنكمل بقية السطر بقى من غير تفويت ما بنسيبش حاجة معي الخيط الأصل اللي على الإبرة اهو واجي من فوق الخيط انزل تحت كده وآلف ادي كده بقى عندي اتنين ادخل فيه الغرزة اللي عليها الدور اهو 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 الإبرة انزل تحت واخد خيط اطلع بيه يبقى عندي يبقى عندي كام تلاتة على الإبرة واحد اتنين تلاتة اقوم طلع منهم التلاتة مع بعض مرة واحدة عادها تاني الخيط الأصلي اهو على الإبرة والإبرة معي اهي تيجي من فوق الخيط اهي وتنزل تاخد خيط الغرزة اللي عليها الدور تدخل جوا تروح تجيب خيط من جوا كده وتطلع اهو بقوا تلاتة نلف مع الخيط كده اهي ونقوم طلعين من التلاتة مرة واحدة ف Richts غرزة نصعة عمود غرزة مش صعبة لذيذة الضرابة عليها هتمشيلك شغل كتير جدا في في zysta في في الكروشي لها شغل حلو قوي قوي م lira غرزة تعتبر من الغرز ضيقة يمشي بها شنط بس الشنطة هتبقى شوية ميلة كده شوية مش مش مسكة نفسها حلو اهي هنعمل تاني اهي الابرة معي الخط الاصلي اهو معي على الابرة الابرة مع الخيط اهي تطلع من فوق الخيط تنزل تاخد خيط ادي كده بقى معي تنيد على الابرة الغرزة اللي عليها الدور هندخل جواها نشد الخيط كده من جوه ونطلع بقى عندي تلاتة ننزل تحت كده ونجيب خيط نطلع من الثلاث خيط مرة واحدة هي دي غرزة النص عمود غرزة بسيطة جدا هكمل معاكو شغله هخلي التصوير شغال علشان تلاحظوا حركة الابرة اكتر من مرة هحاول والله على قد ما قدر اشتغل بطيق اهو حاول تحافظي على ان البقرة تبقى في ايدك الشمال ولم طالما بتشتغل بايدك اليمين يعني اهو وندخل جوا بالشكل ده نطلع من الثلاثة مرة واحدة هي ناخد بالنا في اخر السطر من الغرزة اللي دايما يعني بالذات اللي بيبدأوا التدريب وكده مش بياخدوا بالهم اهو الغرزة الاخيرة دي ما تتفوتش يا جماعة علشان الشغل يطلع مظبوط نبدأ بعدد غرز ننتهي بنفس العدد اهو يعني ابدأ اول السطر بعشر غرز لازم على السطر الحداشر مثلا هم برضو عشر ما يقلوش وما يتغيروش قيمة ما سبت من هنا من اول السطر فوت غرزتين اللي هي قيمة الارتفاع يبقى هزود هنا من اخر السطر واحد اتنين قيمة الارتفاع حلو كده بتها الغرزة الشغل معي مستقيم قدامي اهو اقلبه كده اهو عشان ابدأ في السطر الجديد السطر الجديد هدخل منين وهخرج منين اهو ده بالنسبة للغرزتين السلسلة اللي انا ارتفعتهم دول بالنسبة لغرزة نص عمود يعني بيتعدوا معي غرزة نص عمود انا دلوقتي مش ببصلهم على انهم سلسلتين ارتفاع لا دول غرزة نص عمود اخد معي الخيطة اهو كده بتاع النص عمود اللي هبدأ اشتغل فيه وهدخل فين هدخل هنا هنا في الحتة دي كده هنا كده اهي في الفراغ ده اهو يارب التصوير يكون واضح اهو كده واشد خيط كده بقى عندي ثلاثة على الابر اهو ثلاثة على الابر اهو مرايحة جايبة خيط علشان اخرج منهم الثلاثة مرة واحدة ودي واحدة ودي التانية ودي التالتة نخرج منهم كلهم ولو الخيط معك زي الخيط اللي معايا كده عامل خيط مش متماسك مع بعضه عادي في خيط بالشكل ده عادي بنشتغل بيها تاخد بالك ما تفوتش ولا فتلة تخرج منهم كلهم اهو اشرح تاني علها تاني اهي الابرة بعد من فوق بلف خيط ادي كده بقى عندي الابرة الفتلة الاصلية والخيط الاصلي والخيط اللي لفته على الابرة هندخل فين هندخل في الفراغ اللي هنا اهو اهو الفراغ ده اهو كده اللي فوق الورزة الفراغ اللي فوق الورزة معاناها الورزة عندي هنا معاملة سبعات اهي فتلة يمين وفتلة الشمال وفتلة تحت مستخبية انا تحت الفتلة اليمين والفتلة الشمال هم وتحتية الفتلة المستخبية اهي يعني في قلب الورزة اهي اهو كده حلو تمام هتدخل الابرة مع الخيط اهي تنزل تحت تحت الخيط اهي تاخد خيط وتطلع منه بقى عندي تلاتة نلف كده مع الابرة نلف بالخيط كده تاني ناخد خيط ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة انا هكمل السطر معاكو برضو اهو معلش حاولي تتدرب عليها اعملي كزا سطر اغلطي فكي واشتغلي تاني لحد ما تتدرب علي الغرز دي دي اساس للشغل اه اللي جاي بعد كده وبيها والله هيطلع شغل جميل جدا جدا بالكروشيت مش هتتخيل ان دي غرز اساسية بس يعني مش مش هنبتكر غرز ومش هنقرأ غرز من بطرون ولا اي حاجة يا جماعة الغرز اللي احنا هناخدها اه مع بعض في اول الكورس ست سبع غرز دول اللي هنخلصهم مع بعض هم دول اللي هنشتغل بهم شغل بعد كده ورش مش هتتخيل ان هي دي الغرز اللي اشتغلنا بها والله كده اهو قرمنا نخلص السطر انا استمرت معكو في الفيديو عشان الغرز الغرزتين الاخارة دول مرات كتير ناس مش بتاخد بالها منهم فبيبوزوا الشغل لازم الشغل يبقى مستقيم من الناحية اليمين والناحية الشمال اهي بصوا اهي كده السطر مخلصش لازم ادخل فيها واوسع لنفسي كده عشان ادخل في المكان المزبوط بتاعها علشان الشغل ما يبقاش ملوح مني ما يبقاش ناقص غرزة يبقى انا لما ابدأ بعشر غرز لازم انتهي بعشر غرز ولازم وانا في البداية ادرب ايدي على ان انا انتهي بالعدد المزبوط علشان بعد كده الامور تبقى اسهل شايف المستقيم ازاي اهو انا هرتفع كزة السطرة عشان اوريكوا قدقي الجوانب لازم تبقى مزبوطة لو ان الجنب انت ما بقيتش عارفة دي غرزة ولا لا عملي زي ما انا عملت شديت كده وساويت وكده لقتي انت بقى مستقيم ومساوي يبقى انت كده خلصت غرزك لقتي في حتة ميلة كده الورا يبقى لأ لسه في غرزة نقصة شدي كده شغلك وزبطي كده وشوفي انت كده متزبط انا هرتفع كزة السطرة لشان ما طولش عليكم الفيديو بس والله وارجع له كوتين اهي جمال قطعة اللي انا اشتغلتها هذه عدلتها اهي اهي انا ارتفعت كزة سطرة شايفين مستقيمة ازاي هي حتة صغيرة اهه الجرزة انا مش عارفة التصوير ما بينها لكن بعد ما نبدأ في الورش ان شاء الله موضوع الفك ده يتلجي تماماً يعني نبدأ نتضرب على الغرز اللي فاتت لعقدة البداية والسلسلة والغرز اللي أخدناها الفيديوهات اللي فاتت ونتضرب على النص عمود ولسه فيه غرز تانية لسه ناخدها وباقية الغرز مستمرة ان شاء الله في النشر استمر معنا وتابعينا لو انك بتابعينا الاول مرة دوسي سبسكرايب وما تنسيش تفعلي زر الجرس لو انك استفدت من الفيديو ياريت ما تنسيش اللايك والشير وبالغرز الاساسية فقط ان شاء الله هنعمل شغل جميل بالكروشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة